السلام عليكم أولا شكركم بزاف على التعليقات المحفزة أخي المواطن تبع معي وكي تكمل فيديو أي تعليق أو استفسار كتبوا في خلال التعليقات على بركة الله أكد رئيس جمعية وكلاء السيارات يوسف نباش خلال حديثه مع أخبار الوطن إن زيادة في أسعار السيارات المستملة ترتبط بقانون العرض والطالب وبالتالي فإن زيادة طالبة على السيارات أنعش المبيعات السوق السيارات المستعملة مقارنة بالنقص الفادح في العرض وهي أزمة التي تسببتها السياسة الارتجالية المتخدة من طرف مسؤول الأول عن القطاع وانتقد الخابير قرار تجميل استيراد السيارات أقل من ثلاثة سنوات قائلا إنه من غير المعقول أن يجمد وزير القانون المالية بعد أن تم المسادقة عليه وهو ما يعارض مبادئ والسياسة المعمول بها في جميع البلدان وأوضح المتحدث يوسف نباش اقتصاد الجزائر يفتقد إلى نظرة استشرافية واستراتيجية واضحة تتماشى مع الوضع الراهن من أجل دفع العجلة التنمية ونحن نجهل أي ما صار نتجه بسبب القرارات الارتجالية غير مدروسة من قبل وزير الصناعة ونحن نطالب برحيله فمنذ توليه المنصب لم يخدم القطاع الصناعة ولا حل لأزمة السيارات إلا برحيل هذا الوزير وعلى العموم أكد أن صناعة السيارات تأثرت سلبا في الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا حيث أن جميع المصانع على مستوى العالم تعمل بواتير ضعيفة وهناك احتمال كبير لارتفاع أسعار في الفترة المقبلة وفي الأخير دمتم في رعاية الله وحفظه السلام